حلل العبارة التالية عندي العبارة ثنائية حد 20 سين تربيع صاد ناقص 10 سين صاد تربيع راح نحلل هذه العبارة راح نبدأ بالحد الأول نحلل 20 سين تربيع صاد راح نبدأ في الرقم 20 راح نحلل العشرين إلى حاصل ضرب أعداد أولية إذن راح نحللها راح تكون كالتالي تحليل العشرين هي عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 5 نلاحظ 2 في 2 أربعة في 5 يساوي 20 أيضا السين راح نحللها على الأس أس 2 إذن راح تكون سين في سين إذن راح تكون سين في سين أيضا الصاد راح نحللها في أس 1 إذن راح تكون واحد صاد إذن راح نضع الإشارة ناقص أيضا نحلل العشرة إلى حاصل ضرب أعداد أولية هي عبارة عن 2 في 5 2 في 5 بتساوي عشرة أيضا السين راح نحللها راح تكون سين فقط إذن السين والصاد والس 2 راح نحللها بتكون صاد في صاد الآن ناخذ الأعداد المتشابهة في الحد الأول وفي الحد الثاني نلاحظ أن الاثنين موجودة في هذا الحد وأيضا موجودة في هذا الحد الاثنين الثانية غير موجودة في الحد الثاني الخمسة موجودة في هذا الحد في الحد الأول وأيضا موجودة في الحد الثاني السين موجودة في الحد الأول وأيضاً موجودة في الحد الثاني السين الثانية غير موجودة في الحد الثاني الصاد موجودة في الحد الأول وأيضاً موجودة في الحد الثاني إذن نلاحظ أن لدي اثنين ضرب خمسة ضرب سين ضرب صاد موجودة في الحدين راح أطلعها كلها عامل مشترك راح يبقى لي في الطرف الأول اثنين في سين اثنين سين ناقص في الطرف الثاني راح يبقى لي صاد نلاحظ يبقى لي صاد اذا راح نحسب اثنين في خمسة راح تكون عشرة وسين في صاد سين صاد تساوي اثنين سين عشرة سين صاد في اثنين سين ناقص صاد اذا هذا التحليل ليه نتأكد نتأكد للإجابة نلاحظ لو ضربنا عشرة سين صاد عشرة سين صاد وقسمنا على عشرة سين صاد على الطرفين لأنه عشرة سين صاد على عشرة سين صاد يساوي واحد كأني ضربت العبارة في واحد لا تؤثر على العبارة اذا راح تكون بهذا الشكل عشرين سين صاد عشرين سين تربيع صاد على عشرة سين صاد ناقص عشرة سين صاد تربيع على عشرة سين صاد نلاحظ نلاحظ أن عشرين على عشرة تساوي اثنين وأيضا سين سين تربيع على سين تساوي سين وصاد على صاد بتروح إذن يبقى لثنين سين أيضا عشرة بتروح مع العشرة يبقى واحد سين تروح مع السين الصاد والثنين بتروح مع الصاد بيبقى لي صاد إذن اثنين سين ناقص صاد نفس المعادلة اثنين سين ناقص صاد وعشرة سين صاد عشرة سين صاد إذن هذا التحقق أوجد لي نفس التحليل وشكرا